لا حكومة جديدة بدون موافقة البتحكمين بالمشهد السياسي في العراق مجتمعين هذا ما توصل إليه مقتدى الصدر مع ممثلي قوى الإطار التنسيقي بعد شد وجذب ومساومات استمرت لأشهر خطوة مفاجئة تخذها الصدر عندما أعلن عن اتصال هاتفي نادر جمعه بنور المالكي ما يشير إلى تطور ملحوظ في مساعي تشكيل حكومة جديدة مرتقبة تواصل الصدر مع المالكي يأتي بعد صراء شديد بين الطرفين حيث لم يفوت أحدهما فرصة للتشيير بالآخر والتعريض به حتى أن الصدر كان قد أعلن استحالة الوصول إلى توافق مع خصومه المفترضين دون إقصاء المالكي من المشهد مصادر سياسية ذكرت أن قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة أن تجري بأغلبية الثلاثين كان له تأثير كبير على قرارات الصدر حيث أن العدد المطلوب لانتخاب الرئيس هو 220 نائبا وحشد هذا العدد غير ممكن دون موافقة قوى الإطار التنسيقي مصادر مطلعة أخرى ذكرت أن السبب الحقيقي للتقارب بين المالك والصدر جاء بضغوط خارجية إيرانية وتدخل رجال دين بالنجف لفرض تسوية تعطي قوى الإطار التنسيقي صلاحيات أوسع في الحكومة المقبلة مع الترك الحرية للصدر في اختيار رئيس الوزراء كما أن قوى الإطار التنسيقي تلزم الصدر بالعدول عن فكرة ما سماها حكومة الأغلبية الوطنية والتزام مسار المحاصصة المفروضة على العراق منذ عام 2003 الحكومة الجديدة القادمة لن تكون أفضل حالا من سابقاتها فوراء كل نائب ووزير ميليشيا مسلحة تعطيه سك الحماية تحت شعار المنصب للأقوى ترجمة نانسي قنقر